الغزالات أميراتي الفنات التي يحماقوا على القصة الصباحية هانا البنات هذه الستة ونص دي الصباح لا يضع لودكم لكي نسجل لكم بشي قصة لكي الوقت اللي يتفقوا تلقاوها واجدة ايوه لا تقولوا شهرات هذا ما عمرها لم تكن معنا شيئا مزيانا لا لا يخطيكم اللي يا الغزالات المهم لا نزل نطول عليكم وندخلوا في قصة مباشرة معكم دنيا وحكيتي بدأت من نهار نحلة عينيه في الدنيا من نهار اللي فتحته من نهار الأول كان صداع والهاراج حدايا أمي منوضينها صباط وصداع المشاكل والغوات أمي كانت عيشة مع عائلة أمي ولم كانوا يحملوا فيها الشعرات وكي لا سنكذب حتى أمي امتي مكان سهلا المهم بقينا هاكاك حتى دوس تربع سنين ثم أمي حملت المرة الثانية كان شيئا ما تبدلت صداع هو هو والغوات هو أمي لم كانوا يتحاملوا وكانوا دائما يتضاربوا المهم سنبقوا هاكاك حتى النهار المهم في ذلك الوقت أمي كان طلع لها الزعاف وابقى شقادة تكمل معها ببحت النهار وخاصة فاشبت شد في الحبس وهي بقى تقالسة مع العقوزة واللويسات اللي منوضين عليها الحرب والقيتال ما شيئا نقول لكم أن أمي ببوحدة لخيبحتها تعماتي وجدامة كانوا السهلات المهم أمي امتي صبرات وقالت معليج الدنيا هانية حتى النهار للأب ديالي كان خرج من الحبس ثم كانوا ناطسة كبير وكانوا تهموا أمي في شرافها وببولاك يضربها في الصباح وفي الأشياء ما بقى لك يعطيها فلوس لا تشي حاجة مهم مشاكل كثيرة أنا ما عارفش فيهم بزاف لأنني كنت أزال صغيرة غير ذلك الشيئي كانت تعاود أمي امتي وخلاص مهم ليشفت حتى عيات ومن مراهزاتني أنا واختي وداتنا عند جدا وهي كانت مشاكل وبدأت تختم حنا الصراحة ما كنا شوش عارفش خدامة ولكن هي كانت تقول لنا أنها كانت نقاشة صافية هاتيك وبقينا جرين هكاك اليوم وغدا اليوم وغدا حتى النهار اللي قد نوصل فيه الكوليج والكوليج كان بعيد على الدار ديال جدي بعيد بزاف صافي تمام مهمتي كانت جات حين كان عنده جوش الخسيارات يا غا انقلت من المدراسة يا غا تجي وتهزني مهم مهمتي جات وهزتني ودتني معها واختي ديك الساعة الصغيرة خلتها عن جدي في العربية هذا يتكمل قرائته تماما لأن البتدائية كانت قريبة مهم هزتني ممي وانا كنت طائرة بالفرحة مهمتي كانت عزيزة علي وفاش كنت تجيعتنا العربية كنت تجيبنا السقاطة وكنت تجيبنا الحويج صراحة لبسنا احسن مكين كنا يعني مميزات في ذيك العربية ما كاشي واحد اللي ما كيشوفنا شو كيقول اش كديرو هنا ايا كنت كاشينا احسن الباس فيما تجي تهز معها السقاطة الاكتوبة شكرة كيفاش ديرها البندوية هات المهم كانت مهال يافينا ديال بالصح مهمتي هزتني ودتني معها المدينة وهذا كان واحد الحاجة اللي اللي خلتني الفرح بالزه وصلت لقيت اممتي كارية واحد من صيص في جوج بيوته كوزينة وقالت معها واحد السيدة مهم هي ويها كانوا حطين الراس على بعضياتهم انا كيف وصلت لتمها اممتي كانت تقلساتي وكتلية شوفي اه ناري نحصر عليك شي حاجة والله يا ابوك حتى نردك الاهروبية انا ديك ساعة كنت غير حضر الراس ما كان هدر ما كانت تكلم واخر كانوا عندي بزاق الاسئلة ومنهم ان اممتي كتظل قلسة في الدار يعني كتصبح ناعي صاحت كتطول ذاك الخمسة العشية عاد كتخرج كتقول لك كان قولها ماما فين غادية كتقول لي وانتي سوقك وفشكت دونها كتقول لي انا نرى كامل قش يعني هتل العشية عاد كيعيدتوا عليها الناس وبعد مرات كتبخة قلسة نهار وما طال غرف الدار وهديك الوقت كانت مصاحبة مهو حسيس متوحب القادر وكان بغيت تزوج بها سفيها هتك البنات انا بقيت كان قرام وممتي بقيت على هتك الحالة الله اعلم واش كانت فعلا كتنقاش ولكتدر شي حاجة خيبة انا البنات ما عارفاش ما عمرني ما شفت عليها شي حاجة وما عمر ما كانت شي حاجة بالطرح حتى من هتك السيد اللي كان بغي ممتي في الحلال ممتي لي كانت كتأجير فيه ما كنتش عارف حتى لاش من بعد غير عاد غدي ينكتشف السيد مكانش خدمش يخدمه وكان كيشرب وكيكمي وممتي في حالة خافت انها تعاود جريبة لها اللولة وما بغيت تزوج بي باش ما تتخصبش عليها تزوجها واخا كانت كتبغي وكانت كتتخسر فلوزها وهاتش انا الشبعينية المهم هي هتك انا قد ديها فقرائتي وكنت كان قرام زيان ساعتني بقيت غادية وكان كبار حتى الوقت اللي وصلت لول جيل الكطرية وما قديش نكذب وممتي كانت كتخدم وكانت انا عريش كنقول لكم هذا الهضراء مهم مهم اه حينت مي ما نقصت عليها شي حاجة كنت لابسة شاربة واكلة زعمة معمور ما نقصت عليها شي حاجة وكنت الله علم موهي فاشخ الدموه لكن انا واختي ما كانت نقصناه علوه وين في الوقت اللي وصلت لول ديها الكطريان هذا السيد اللي كانت معه مهمتي غديمشي عدنى العربية وغديخطبها بشكل رسمي سافيخطبها طيحو العقد خرجت هذيك السيدة اللي كانت ساكنها مع مي وتم بقات امي وهذك السيدة وانايا المهم السيد كانت يتعامل معايا بما يرضي الله ما عمره ما زعمه تحرش بيه ولا ضربني ولا عنفني ولا قال يلا طاب ثلاث حرقات اصلا ما كانش كي يهضرني كنت شدت يقاري هو وامي كانوا في الول ما شئ هي عيشين العسل عيشين شي حاجة كتر من العسل الحب والغرم والعشق الهيام وانا ما امديتها في يوم كنت كمشي المدرسة وكان جي وخا كنت كان غير شوية اعلم ميمتي ولكن كنت مهم ضائنية ميمتي كانت قلصت تقريبين واحد شهرين وانا ما كانت لك تخدم لك تردم من مراهة هزات او تنراسها واللعد كانت تخدم مرة اخرى لان هذا الراجل اللي تزوجز فيه في الول قال لها احقا انا ندير لك هو في الفم بزاف انا نعيش كي في الاميره وقلصي وانا كان غير ايه ودوز الشهرين اللولا مزيانة سيد بارد الكثاف مبقى لا يتقدم يدير تشي حاجة ناضة امي تحت عيات وخرجتك تخدم فاش خرجات امي تخدم امي تضع احقا في مشيتي احقا معا من هذي تقولوا مشيت عند فلا نقاش ولا عطت لي اكل يا نا ولا مهم السيد ولا الغيرة ولا هو ويها دائما المضاربة ما عرف شو شو شايف عليها شي حاجة الله اعلم المهم هذا الراجل دوزت معه تلت سنين حتى النهار اللي حتى اخت الاخرى كانت بشا هي تقرق لانها كانت وصلت للسادة وكيف مكتلكم للكوليج كان بعيد علينا المهم تما كان اقوى والمشاكل ما بين امي وما بين هذك راجلها يا مامي تقلس بالسيمانة بالجوش في الدار وكيف تقول له مشي مشكلة ايك هاد الخدمة دي نقيش مع عاجباكش وكيف ما كتقول كندخل الديور وما كتعرف كم شي نقاش ولا كنفسد قد لي صافي يا سيدي ها انا غنقلس وانتخدم علينا كيقول لامر خدمتش على ابنتك وهادي ما هدي ويجيب بعد المرات الماكلة وما يكيقول لي هلا هاد شي دغية كيتقادة فاش كيف يتحسب معها وما كتنوضة مع اسباط المهم شلا مشاكل وشلا صداعات المشكل ماش يدار علي انا واختي المشكل في هادك السيد هادك السيد كان اولا مع قاس وفاش كي يخدم تكشي لي كي يجيب كي يدي في السكرة وحتى قاعد يلعطك اليوم غددك شريطه لكي يبغير الدوم عندك المهم مشاكل كثيرة ومي صبرات حتى ايات الحاجة الوحيدة هي انها ما ولدتش مع هادك الراشل صافي فاش ما قددتش صبر كانت تبطلق وخشتة وجدي عيروها وقالوا لعوش انتي قد تلقي المرة تانية والناس العربية يقولون فيك ما تسوقتش ليهم وكانت فعلا تلقات من هادك الراجل وقلسات صافي جرت عليهم منطار وبقاءت قريبا شي عام يمشي ويأتي مخلا مادا بشي رجع معها هي حلفت بحلوف ولا رجعت معه مهم مهم يمتي نفس الشي مره مره تزراسه وتقول لك عين توليه فلان وكانت كاتت كاتت قلس قلس فيها مهم وكانوا عندها الكليان ديالها كانت ماشي كاتت نقش ليهم المهم بقينا جرين هاكاك اليوم وغدا حتى النهار لما انتي سيجيها السياتيك وقلس فيما كاتت مشي تخدم وخاصة فاش كاتتكون الخدمة كثيرة في حالكة في الصيف كاتتكون تبارك الله الخدمة كثيرة كاتتشي كاتتخدم كاتتجي منقوش لكم كيفاش دائرة مريضة وكانت تقول لك مدولية طبيب قال لها شوفي هاد الخدمة ما صالحاش ليك المهم مهناية كبرات ودرت عقلها مهناية صراحة ما بقيت شفت على هادك شي اللي كنت كنشوف عليها في اليامات اللولة اللي كنت جيت في اليامات اللولة اللي كنت جيت كنت كنشوف شي حواج لي ماهو ماشي اما فضل وقيتها وليس عارفة ان امي غير كتنقش مكدرت شي حاجة اخرى المهم هي هادك صافي ممتعيات وصحة همشات ما بقيتش كيفما كانت وخاهكاك كانت كتضرب عينا الكور فيه كانت كاتمشي وكاتتقلص واخدك الحرائق واخد طبيب قليلا ما تقلتش بزاف وكاتتجيل الدار من قوشيكم حالتك كيف اجدينها وهذا الشي كان يخليها تكون مع الصبا معنا إلا جات ورقاتش بلاصة ما مقادتش وليس كتبتش انا نخدم وانت كنرفس وانتو ممتديروا وانو إلا شي واحدة فينا جابتش نقطة مهياش كيطلع لي هزعاف وطنوضة معنا صباك وتقول لك علاش مجبتيش علاش مدرتش انا ما نكدبش عليكم الوقت لي وسط اللي السي كانت جاتني القراية صعيبة وخاصصا فاش كنت درت علمي انا كنت بغى ندير اداب وهي ما خلاتنيش قلت لي لا وش انا كنت رابعلك تمارا بجدير لي الاداب وما تلقي فاش خدمي وهي دين ما كانت تقولينها خاتكم تكبروا خاتكم تخدموا باش خدموا علي انا درت ليكم وانا فعلت ليكم هذا الهضرة انا كنصبحوا بها وكنمسوا بها يعني راه انا ما نقدرش نوصف ليكم كيفاش كتهدار معانا يوميا يوميا انا درت ليكم انا فعلت ليكم خذكم حتمتم تديروا لي خذكم تردوا لي انا اباكم معقلش عليكم وفعلا انا ابا ما عمروا مسول فينا ولا اسقصا ولا قالي نخصاكم شي حاجة ولا والو البنات حتى منظر اللي دعاتوا على النفاقة قالي هندووزها حبس والله وفعلا كان دووزها حبس ومن مراها مي ما بقالش دعاتوا حينت لك ندعيه ونخسر فلوسي وفي الاخر ما يعطاني احتدرها ما كيللاش سوف يسدات على هذا الدوسي المهم هي هذه البنات والراجل الثاني كانت الدور الدور وتقول لنا احقا ما احقا انا طلقتوا على ودكم انا هو ما كنش يبغي يصرف عليكم وما كنش يخليني نخرج نخدم هاد الهضرة فعلا كينا ولكن البنات اللي اللي كينكتر هو ان هذا الراجل كان كي عنفها كان سكيري كانوا المشاكل بيناتهم بالعرام وبزاف تلك الحاجات كان بعض المرات رهما كيبغش يصرف عليها كيبقى بسيما نبجوج درهم والله ما كيعطيه اليها ونمي كاتمن هاداك النوعية اللي دائما كتخلي تحتمنها شي حاجة يعني هاداك شي باش كالدباني الوقت اللي كيطلع عليها الزعاف كي تهزع وتنيراتها ماهو الكينا اللي عطت ليات ماشي انداء وهذا الشي ما كانش كي عجبوه وعنشانج كنقولكم الله وعلم لانا حتى السيد دكشي انا كنت شك في في الوقت اللي يجيت احتى هو كم يتاهموا بها يعني نفس الاتهامات المهم ما علينا البنات انا بقيتها كاك حتى وسط السيزة هنا سنشم رحز بيتاني وما اكتبش عليكم مع البنات ستجيني مراهقة ستجيني تناع الخروج انني نغيب انني نهضر مع هذا ولكن البنات مهم شوية سهلة وخلاص كان عرف هذا المهم بقيتها كاك حتى الواحد النهار اما يمتي غت هز التلفون ديالي وغتلقاه انني كنهضر مع واحد خينا شدت تلفون هرسات ودقات نقصة وقالت لي وش انا جبتك اهنايا باش تقرأي ولا باش ديالي العلاقات مهم ما خلاتش ليك اي ام مغربية خايفة على ابنتها سافية هاديك سما كانت هدداتني وقالت لي علي يا بليمي اللي حرفوا بي ابنات الرجال شلغمية وان حصل عليك شي حاشا يا ابنيتي لمرضيتك العربية تكنسي الكواري اراني ما نسمعش مهم انا ديك الساعة كنت خلت اقرتي واحد المدة ام مره ها رجع دريمال عدسي القديمة سافي بديت نهضر مع هادا ونهضر مع هادا ونخروج ونغيب المهم بقيت هاكاك امي كتحسنني وتغمض عينيها وتحسنني وتغمض عينيها مهم العام ديال السيزيان ما دواسمعها ما تكلمت لانني كنت نجحت وخما نجحت بش نقطة لي وعراء ولكن في العام ديالباكي غينوضلي السطاح لانني هديك العام سقط فيه امي بسي غا تنوضلي ايه وغا تقول ايه هاد انت عليكم تكارفاص مدر الطيلة في حياتي مدر الدار مدر الدوار وفالاخر انتو مدروا لي هاكا انتو مخصكم تخدمو وتهزوني انا انتو موت تقاعد ديالي انا يا الراجل اللي وطلقتو على ودكم والراجل اللي طلقتو على ودكم انا هادي مويم هاد الهضره هي دي كتقول لي سافية هاديك دوزنا ديك الصيفي دوزت علي عذاب أليم ما نقوش لكم اشنو دارت لي فيها وصل البدايات العام وكانت كتقول لي يا شوفي شيرا سقطت هاد العام علي يا بليمين وباش يحلفوا الرجال شلاغمية اذا ما نهزبو كنت ديك العربية راني ما نسماش نخليك تكنسيل البهايم وتحلبي وهذا الشي اللي كتسواحي كتقول لي انت يا مصال حلت اشيه هاجو في ذاك الوقيته اختي اللي صغر مني كانت كهات قراء يعني كانت باقي اللف باقي صغيرة مازر مدخلتش معها المراهقة وذك الشي صفي هي هاديك انا هادك العام ديالباك اه اللي في شي فيه واخا كنت كل شي انا هذيك الوضعية ككل اللي كنت عيشة فيها في حالة ما كنت حملاها والقراية ما كانتش داخل لي الراس بزاف وكنت بغى نزوج بغيت نتهنى من هذك شي و هذك تهديد ديالها كنت عارفة ميرا عشرة فاقيل انا هتقدرت تهزني من غداو الدين للعروبية وانا باش نمشي نسكو في العروبية ما بقيتش قد انا حتى فش كتكون هي غدية العروبية ما كونش كان بغن نمشي معها لانا جدا بقيت غير بوحدها ومنين كان نمشي وحنا في تمارة خملي قادي صبني ديري فعلي وانا اشقاء كان خاطيني ما كانش عندي معه بالساف المهم هي هذيك دو وزنة هذك العام ديال الباك درت جهدي وكتر كنت مره مره كان غيب وكانوا عنديها كاسحاب ولكن كنت وليد كان خبي تشي حاجة ما كتوصل لامي المهم سالي انه العام كنت نجحت فاش نجحت امي فرحات كان ديك ساعة واحد خالتي غادي الوالدية مارسة عام ومنين كانت مشي معها نحن ذاكه كنت نجحت في الباك وكنت اول واحدة في الحائلة كاملة غادي نجحت في الباك لانا أصلا مي كانت هي الكبيرة وها اللي كانت زوجة تالولا وأنا هي اول حفيظة يعني فهمتي انا اللولة الي وسطلبه وصافي يعني كل شي كان فرحان بيى وذلك الشي سافي بمشي اسماء هذيك خالتي كانت زوجة بواحد الاستد مشينا الوالدية مشيت الوالدية انا هذيك الساعة كنت كان الباس الميوات و ذلك شيء مهم كانوا مكارين تماما كانها بطول البحر تقريبا يوميا سافي كنقلسو ذلك الشيء و هذي الساعة كانت واحد بنت خالتي تكون عندها الشيء 16 عام كانت حتى هي كالطال من المقلع كننا البنات حنا كنخليهم مقالسين في البحر و كانت نودان وياها كانت مشاوه و لا كمشي نعوم انا وياها ومهم كان باعده من حداهم في واحد نهار كنا هما جايبين معهم تقالية للبحر انا هذك التقالية اصلا دارنا ما كتعجبنيش وخالتي كتعارفة النهار كتعطيتني خالتي سبعة دراهم باش مشي نشري واحد صندويش الوقت اللي مشيت باش نشري صندويش كان في واحد طموبيل حدا واحد الباركينج ديال الطموبيلات حدا كنا واحد طموبيل مطلقين ديال بره المهم انا يا واقفة باش ناخد صندويش حتى ننزل من هذيك الطموبيل واحد الدري هو صراحة كبير وماش يدري راجل هو كبير بقا كي يطلع فيا و ينزل ونغيب الفوطاء والمايو دك الشيو دك الساعة الصغر واللاطاي المهم سيت في تنبيه قلت لي يا حفاك واش ممكن تخلي لي الرقم ديال التليفون ديالك اعجبتيني قلت انا وخم اعجبنيش اعطيتوا الرقم ديالي لانا بنت لي الطموبيل ديال بره وانا وبنت خالتي بقنا كنت تحكوه قلنا زعم ما غنفتخوه زعم ما غدين نسلم منه الفلوس ودك الشيو حناد القضية كانت فينا الصراحة مهمية هاتيك خدينا الصندويس داق هو اللي مخلصه شرينة المونادة هبطت انا ويها فرحانين مهم شربنا المونادة في الطريق حينت اذا شافتنا خالتي قلنا من نينجا وكم فلوس ففي وصلنا عندها قلسنا 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 دوزنا هاتيك هادك ننهير وصلت تلك الربعه دياليقشيه سفي جمعنا مشينا في حالاتنا وصلت لشي 6 ونس عايتلي السيد هو اصلا كان كي عايتليه فاشكنت في البحار ولكن انا التليفون ديالي كانت شارجة حس كان عندي وحد تليفون وحد سامسون قديم وكل باتري دياله ميت كتخدمي بشوية كيدفاء مهم عايتلي قل يقبيل عايتليك تقلت رح تسيني النمرة غالطة قلت له الله رغير التليفون ديالي رخ حسر عندي في البحار لبيت والعايت كثيرها صامت يا باعه حسل Eighteen هستفاج ماتبقا تعتليها ديالة تناديها خرب اللمس غالطة قيمت قلت لي بيش محلطة قايمت قد Low to Arab ديالdfم قد ن Lew到 Arab to Arab to Arab to Arab all to Arab flash وصلت له 102 وحد ترد في نفس الهتفال قلت لان التليفون راشوية وكيدفع عيط لي تلاقينا في البحار القدسية جيب لي معه تليفون النهار الأول انا شغا نقول لكم فجيب لي تليفون قلت صافي هذا هو علي يش كنقلب المهم من ذيك النهار وليت كنخرج معان دور رنوية كان هدر رنوية في تليفون بسواية دي ما يصفت لي الرشارجات كيعطيني الفلوس مهم السيد هلا في يديا بالصح مهم كملنا في هذيك العشرين يوم اللي كانت عندنا قلت لصافي انا غدي نرجع في حالي قلت له ماما راقبية ويحاو هذا إلا ما جاوبتكش رازع ما فهمت ما تقول لي اتشي حاجة صافي اه مشيت انا يا لدارنا اه بعتلي كان ايط لي واحد نهار قلت لي شوفي انا في مدينة ديالك بغيت نشوفه قلت له واخا كنت لقيت انا وياه ويقول يشوفي ابنت الناس انا عجبتيني وبغيت كل الحلال انا اهنا اضطرت بالفرحة وعجبني الحالة ان السيد كان سخي بزاف المهمية هذي قلت له سيدي مرحبه صافي كان اه كان قليا نهضر معا ماماك ماماك حتى هذه الساعة قلت له ان الاب ديالي راه مطلق ودك شوفوا من امو اللي كبرتني صافي اه مشيت لدارنا باش ندوي مع امي ونفتحها في الموضوع مو يمشيت عندها قلت له شوفي امي را واحد السيد غديشي باش يتقدم ويطنوط لي قلت لي يا كيفاش قلت لي وش انا كبرتك ووصلتك لهذا السن باش جيس قولي لي هذوش كلمات احقا السيد بغي تزوج بيها وش انا ضيعت عليك فلوسي وضيعت عليك شبابي باش كبري وتهزيني وتخدمي وتكوني في حلالياتك انت يالله اخذي تلبك ويالله بغت تكتلع الله فاك ويالله ما يالله قلت لي همي قلت لي هذبها انت كتشوفي زح ما شنو بغتيني ندير قلت لي يا شوفي يا هذيك الكلبة ما كين لازواج لحت شي حاجة قلت لي غتسديه لي وهذا الرجل هو لي ما غديش انا البنات تلفت وما تليس عارفة ما ندير سوف يكون سدويس معها وبديس كان مكي وقلت له ماما ما بغتش قال لي يا لاش قلت له شوف قلت له انا راه ما مارا ضروف هارا بغتنا نقراه وما بغتنا نقراه المهم هي هذيك السيد وخا قلت له هذيك ما كانش بغي تفرق عليها قال لي يشوفي انا ما بقاش لي بززا في المغرب اه غادي نمشي ومن بعد فاش نجي ويكون خارج قلت له مقاو على تواصل وقلت له واخا سيد فعلا نمشى وكان البنات واخا برا كان 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 دوي معاشي واحد هنا في المغرب وكسفت لي الرشارج حسنا ما كانش عندي الكونكسيون فطريني ما كانش عندنا الويفي كسفت لي الرشارج وكان هضر معها في التليفون كان مرة مرة كسفت لي الفلوس مهم كان هذني من مجميعه وكان بغيت استوي حمق عليها انا شكلا ما كان زعماء نقول لكم مسطيني وكان كبار مني رهجية كبار مني بواحد لعشرين عام يعني سيد كبار مني وبزاف ديال الامور اه ولكن انا بغيته بغيته ما حرفت شلمنات القراية ما كانش فرا سيفيها بزاف كنت عيشة ضغوطات مع امي مشاكيل السطاع المعيار السبان نفس الديسك المهم بقينا جرين هكاك حتى الشهر 11 جا سيد هدى المستحيل باش يتزوج بيه ونفس القادية امي كانت قوليه ما كينزوهاش خاصك تخدمي وخاصك تديري وخاصك تفاعلي لي وخاصك 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 وكانت لي كونا يقولها لي كي قوليه يا الاخا وشد لي الخطر وكل شي وكان كي قولي انا معاك حتى النهاري دينة نربيتها والدي الخير المهم غانبقى وجرين حتى الشهر 4 اشعر بها السيد جاو كيف العادة فاش كي يجي ما بقاش نهائيا كيمشي الالشي بلاسة من غير المدينة الي انا فيها كريت اما وكيبقى معايا وعادي الى كنغي يمشي عن صحاب والموهي مفجاة كان كراوحة الدار مفرشة وانا وليت كان نشي عنده الدار وبدو بزاف الحاجة تبيناتنا او انا ما خليتوش يدخل بيه ولكن الحاجة الي ما كونش ضرب عليها الحساب هي انني ما عمرني ما كنت كان قول اغا نحمل الليلة كان دعماشي علاقة كاملة المهم كيف ما كان قوله وشربت انا مديت ما عجبت السيد مشا دووزنات قريبا واحد ما كاملاش حتى واحد العشرين يوم من مورا السيد ما مشا انا بدو في اعراض ديال الحامل في الول مديت ما عجبت بتيت كان حاسب الدوخة بزاف ديال الحاجات المهم حتى النهار اللي ممتي انا كيف نطمح الصباح نيضا حتي كان نرجع قاعدك شي اللي يفكر شي وغير المرار المهم وشافتني قلت لي اتشي عندك بزاف اولي ما كينش شي معده اللي غا ديالك في حلاكة قال ليك ما بنطلح حراب حاملية ما كديري شي حاجة انتي بغا تشوهيني انتي من نهار اللي ونطلحها عوجة انتي ما بغا تشتني معي الخط انا كيف قلت لي درت لي الطن فراسي بديت كان قف قف غير ببحدي المهم خرج من من ضرع يطليه وقلت له اه لو قلت له شوف اهنا انا قدر نكون حاملية قلت له كيفاش قلت له كيف ما سمعت قلت له انا ده برخصي مشي عن طبو بديك الساعة فعلا ما كانش عندي الدرهمية اللخرى قال لي اشوفي ادابغة مشي نصفت لك فلوس فعلا انا يبقيت واقفة اتصفت لي مشيت هزيتهم من هذيك الوكالة ديال الفلوس هزيت الفلوس مشي سعان طبابة قلباتني قلت له شوفي انا راني باقي بنت فعلا قلباتني قلت لي شوفي الغشاء ديال البكارة مقيوس قلت لي اني راه انتي كنتي قديري شي حاجة فجدرت يتلفازك قد تتمكز قولي يا ركاب نتي حاملة انا شغان قولكم تسمى بدي سكان قف قف عيط لي قلتها لي السيد فجلتها ليه وطار بالفرحة قال لي شوفي اشرا اليوم كونه عندك في المغرب قال لي يحاولي زيما صبري وشوفي ميش نغدت هي We need to go back in my house اللي نسي قلت لي على ما هي الان شوفي نيشان مشي عندها قال لي هشوفي افلانة اه لنطولون نقصروه انا البنت باقيها وزعم ما مش حال ديونه باغي نخطبها غلط انا وياها البنت دبا حاملة او انا هذك شي دي فكر شها ووالدي وباقيه قال لي هزعم ما بلا ما نطولو فالهدرا ودك شي غدين نزوج بيها امي فانسمع ديال هادرات داربة معاه ونوضة سكوندار وجهات ليه ودقات نائصاية البنات ونكي ساعد لدينا في الاخر حرفات ان ما كين حتى شي حال من غير اني نزوج بيه دخل العائلة وما كينش لي ما سيقش الخبار مي شوهاتني في العائلة كاملة وخالاتي كامين يدخل وقالوا لي هشوفي حمدي الله واشكريه فالسيد باغي يسسر البنت وباغي نزوج بيها المهم السيد امي قتلي والله همن ديلك العرس والله يالفع لا يتارك امي ما خلاتش لي اعمل المعيار سيرية ما عندك شراف يا هادي يا هادي يا هادي مهم السيد ما كانش متسوق لهات الشي كامل كان قتلي امي غادي نصيفتك بالحويج ليلك س سيد مشا كساني من احتل زيت شرالية الخاتم شرالية البرسليات مهم دار ذاك الشي اللي كيديرو الناس اكتر وهات السيد اللي انا كدوي لكم عليهم رهمه مميتة وبباهم زوج بواحد المرة مسوج عن يعني من ورا ما ماتمو وباهم زوج عنده خوته يعني السيد فحلا ما كان مسوق لتشي واحد وفاش مشي نادرنا العقد بده كيوجد ودار لي يا ارس كبر بيه يقدم الناس وسيد كيبغينه وكيتستعليه ومحتل هنا راه منفخه ومعاجبها حال وكيزق ووسط العرس ديالي كتعير فيه وكيزقوا لي يا سيريا الشيطة اش من عرس العرس كيديروه لبنات ديورهم لبنات المقرسات سيريا الفاحلة يا تاركة انا ضيعت معك شبابي انا يكون صحابني هاكا من صوقش ليكون دهر له ولحتك انا على ودك تطلقت انا على ودك من عرب انا هادي انا هادي مهمة الهضرة كانت كتصبحني وتمسيني بيها صافية هاديك البنات بقينا جارين هاك مشي بقينا جارين دو وزنا هاديك الع هاديك الساعة كنا كارين غير واحد البرتمان لنهار يعني كان كريوها زعما ناد بدكي عيات السمسار اللي كان كي كريلي دائما وقال له انا بغد شي برتمان في شي حيلي راقي في شي غزيدانس مسدودة قال لي ومشي حاجة ليسكن طب قال له كينا واحد البرتمان بقدة وقدة مش خمس هلف ترهم قال لي ها البلاصة راقية والجيران زعما هاديك الايقامة رمسك نفا غير الطباء والمهندسين يعني المهم كريلي يا سيد الدار مفرر شناديه مشينا ليها دوز معي تقريبا واحد استيمانه عمر لي تلاجه خمال خلال لي خمسه الف درهم ومشى وقال لي فرز تقول الشهر غادي نصفت لك خمسه الف درهم دي المصروف صافية هاديك السيد مشى كي مشى السيد بممي من مورا العارس وسيد كبير بيها واحد كبير على الفم كامل نصدق رمكين شي واحد في العائلة اللي دوز شي عارس في حلاكك حنا را عائلنا ندري ومشى شهر غادي اللي نقول لكم يعني هو عارس كبير ما نقول لكم يعني هي ذاك الشي را فوق الخيال وجيب هو حنت من واحد القنص مهم جيب ذاك المغنيين دي الشعبي مغني جيب خمسه سبعات المليون مهم داليا عارس النيت مهم مي من مورا هات الشي كامل علقت بيها رجعت شوية نطس انا يا فشي عطاني الفلوس وهو ما كانش حبس علي ممي وكان كتاق فيها وكل شي نطس انا هاديك الخمسه الف درهم جاتني كثيرة انا معمرني مجديس خمسه الف درهم وعشنو غا ندير بيها في الشهر وانا ما غا نخلص تشي حاجة يعني عندي غير هاداك الموضو صافي والماكل والشراب خمسه الف درهم بزاف نطس انا هزيت منها الفين درهم مشيت عندها الف درهم مشيت تقديس بعدك الشي لقسم الله ومشيت وكمش لها الف درهم باستني وعنقاتني وكتليها مهمتين والله ما نتخلى عليك وانا رأي اني كان بغيك وانا هادي وانا عارف دكت ضحيات اللي درتي معايا المهم تصالحت انا وياها يعني في حالة تصالحت معايا ولكن حتى لذلك الوقت ما حشونها مهمتها في حالة يمكننا别 suo g épينيى وانا مهمتها الوزولة تفجلها الف درهم ولكنها قمتون ب экспين الغيرة والسنى ونblic假ر لقول لها ا veins مهمتها تقدر ليها ضوىaboutsيا لاتصالح وانا مهم تقسر من وصالح و ويقول لها هي ابنتي ستكون هنا بوحدة قلت لها امي واش ستكون هنا وحسيدي اليه يا راجلي الوراق المهم هي هاتيك صافي قلت لي اوه ممسيان ممسيان دخل هنا ويجي عندك قلت لي بشع الكارين ونقول لها ماما راح كارين بخمسة لف درهم ميلة الف ريال السيدة كيف سمعتها تهلو عينا ويقول لي او 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 بزاف قلت لي واضي الراجل عندك فلوس عكي تشاير عده المهم هي هاتيك النهار الول ما قلت لي لها تابت لات حرقات شديتها بعتمها يا اوه عيطت انا يا هاداك الليفرير قلت لهو جيب لينا وجيب لينا وجيب ليهم الاشياء هي واختي تعشاوا الناس ناشطين ضاحكين ما كنش قرام لي المشكيل هزعت مميراتها مشات في حالاتها مهم دوتت مع ايدك الليلة لغد لي ما الصباح مهم انها تختي مشات في حالاتها القراين واتماما مشتها هي للدار من مرهبش يومين عيطت لي امي وقت لي خالاتك بغوي جيو باركوليك قلت لي هالله مرحبونا خالاتي ازاز عليا وكنت فرحانة بزاف باديك المجيه ما كانش كي سحبلية انا بسبب هاديك المجيه اللي غيجيو عندي خالاتي حياتي غت تقلب 180 دراجة وغادي نوصل لواحد المواصل لما عمرني في حياتي ما كنت كان تخيلهم ش نهار الغزالة ديالي هنا سالة الجوزة الاول ديالنا اما القصة ديالنا حرفيا يالله بذاته وانا حرفة كم متحمسين داك الشي علاش ما غت جيو فين توصلوا هنا حتى غتلقى الجوزة الثانية تحت والرابط دياله غدي تلقاو في اول تعليق المهمة الغزالة ديالي ما غزيش نطول عليكم وانتلاقوا ان شاء الله في الجوزة الثانية مباشرة اشتركوا في القناة